موسيقى أحمد عثمان من السودان بالذاته وبالأخص منطقة شمال السودان من منطقة ضنقلة معروفة للخليج لأنه أهل ضنقلة والنوبة بصورة عامة يعني فتشوا الغربة من سنين طويلة يعني من الأربعينات ومن الثلاثينات دول الخليج ومعروفين النوبيين بالاقتراب المبكر يعني ولا من هذه المنطقة يعني وبالذات يعني أي إنسان بيبحث عن التميز أو بيبحث عن الحياة الأفضل يعني والحمد لله زي ما بقول في بداية مشوارنا وسمعنا عن دول الخليج لكن ما كنا متخيلين في يوم من الأيام أن الظروف تجيبنا على دول الخليج فشاءت الظروف فكرنا في الاقتراب على أساس لتحصين الوضع على أساس إنه عمل عادي يعني لكن الواحد بأي تأكيد إنه لو سفر ولا دراسة ولا أي شيء هو طموح إنساني النجاح مش هي هدف أو نقطة بتاع دول الخليج أنا بأعتبر النجاح هو طريق يعني طريق طريق طويل جدا بدا النجاح لكن مش هو هدف إنك تقول وصلت النجاح أو نقطة تقول وصلت النجاح فهو طريق فمش بمشاك في الطريق ده بيعتمد على الطموح كل ما كان طموحك أكبر كل ما بتمشي في طريق النجاح طويل جدا يعني وكل ما كان طموحك أكبر كمان بيتوقف لكن بعد الطموح نحتاج لمهوغومات ومؤهلات إنك عشان تنجح ففي ناس بحصلها في بلدهم في ناس بحصلها في الغربة في دولة عربية في ناس بحصلها في أوروبا وللسفر سبع سوف هوات زي ما بقول أنا فكرت في الاقتراب يمكن في سبع وتسعين ويمكن من هنر سبعونة دولة غطر رغم إنها كانت صغيرة جغرافيا لكن سمعتها كانت واصلوا وكان اختياراً لو دولة غطر لأن معظم اللاها الحين موجودين في دولة غطر وجي السبع وتسعين كمهنة عادية على أحد أفراد الأسرة الحاكمة نسأل الله إنه يمدى الله في عمره ومشكوره عملنا معاملة جميلة ويمكن ده الخلانيء إنه أسق في أهل البلد وأسق في البلد إنه هي الاتجاهة صحيح يعني صحيح موسيقى أساساً مجال السيارات أنا بديته من سنة 2003 تقريباً في مجال السيارات في الصناعية لا أبيعه أشتري الحالي بعد ذلك قيد 2007 مع صديق غطر يعتبر أخ صديق وقف معي وقفة طيبة في البلد دي موسيقى كنا عملنا معرض اسمه النبراس كان على الشارع سلوى موسيقى وحصلت الظروف الناس دائماً بتتغير والظروف بتتغير أسست شركة التفرد للتجارة والخدمات 2016 موسيقى فيها مجالات عدة أكتر مجال كنت بشتغل عليه مجال السيارات والمجال الثاني مجال الضيافة والتنظيفات موجود فيه بديت فوق لكن جاءت الأيام بتاع السنة السبعة عشر وطمانطهر تسعة عشر كنت وقفته على أساس أنه اللي قدام الناس تطور نفسها وتمشي فيها لأنه ذات عندها أبعاد تانية ممكن الناس تطور فيها في المجال لكن مجال السيارات مجال يعتبر من لب الاقتصاد في جميع دول العالم لكن دائر الناس تشتغل فوقه بطريقة ممنهجة وطريقة علمية وهي عبارة عن سلسلة حلقات يعني حلقة المعرض مربوطة بحلقة وزارة الاقتصاد مربوطة بحلقة الوزارة الداخلية مربوطة بالحلقات الفنية بتاع الفحص الفني بتاع الشغلات زي دي لو الناس تغيّمت وعملت الشيطة بأي شيء مدروس ممكن غطر تكون بورصة سيارات العالم لأنه غطر مشهور بأنه في المواصفات بتاعت السيارات إن مواصفات سياراتها مرغومة بالذات اللي أهانة في دول الخليل يعني والله بالذات المجال العملي اللي هو خدمة المعارض أساسا خدمة بيع وشراء سيارات مع تأمين الحقوق للشاري وللبايع وللدولة في حد ذاتها الشيء ما تحصل مشاكل إنه أكيد لما يكون في معرض بيقدر بيغيم السيارة بيغيمتها الأصاسية بيحفظ حق الشاري لما يدفع فلوسه بياخد إيصال عرف دفع فلوسه وين المشتئة البايع برضو بيكون عارف إنه حياخد فلوسه منين يعني دل الحاجة للشغل الأساسي بتاع المعارض لكن لو يوم من الإيام سبحض لكم الظروف إنه إحنا نتمنى إنه بالذات سوق السيارات أول الاقتصاد بالذات تكون عندها تكاد تكون المفترضة تكون عندها غناء إعلامية مختصة لأن السوق كبير جدا لكن الناس بيتعاني من مشاكل كثيرة جدا فيها لأنه كل الحلقات ما متواصل مع بعض وما داري نقول يعني مثل فيها رزاق الناس يعني ما داري نقول شغل السيارات إنه تكون مهنة ملا مهنة له يعني دل 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 حتة الوحيدة الممكن بتصعب شوية في شغل السيارات وغير كده المواقع الإلكترونية المواقع الإلكترونية والمواقع مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح زو حدين فيها الجانب الإعلامي لكن فيه الجانب السيء لأنك المعارزة ما هي كان بتتحكم في أسعار السيارات أو هي كانت هي البدغية في سعر السيارات لكن دل وقت لا أي واحد بفتح له موقع بتاع تواصل يشوف في سيارة معروضة بـ 30 ألف بيعرض سيارتي بـ 40 ألف ده بيعرض سيارتي بـ 50 ألف فإمكن ذو الصعوبة اللي بتواجه سوق السيارات إنه الناس لو تكاتفت وغنى النتة الشغلانية دي ممكن شغل السيارة أي دي الصعوبات اللي بتلاقي فوقها لكن هو سوق جميل يعني ممكن الناس تبني عليها على زي ما يبقولوا النظر المستقبلية لدولة غطر اللي عشرين ثلاثين إنه لو يهتموا بالمجال بتاع سوق السيارات بصورة أجمل وبيصورة منظمة وبيصورة حفظ الحقوق للناس التعبانة فيها إنه غطر لغاية العشرين ثلاثين بيكون لها دور فعال جدا ربما تكون تجي دول هنا تصنع سيارتها في غطر إن شاء الله بإذن الله تعالى شوف هو ما في تقدر تقول لي نفسك إنك متميز في شيء لكن أي شخص أو أي معرض له بصمة في السوق يعني ممكن واحد ينتظر معرض يكون داير ليس سيارة وينتظر إنه لازم وليس مشتريه عن طريق معرض التفرق ما تعمل معه ينتظرك سبوع سبوعين ثلاثة أسابيع لغاية ما أنت تجهز له السيارة لأنك أنت ديته الأمان كل ما ديته الأمان للبايع وكل ما ديته الأمان للمشتري وكل ما كنت صادق في سلعتك دي بتكون البصمة بتعطي بالضبط كده نعم موسيقى والله زي ما قلت لك أن النجاح بالنسبة لنا مهان التتوصول طريق يعني مهان التدعي للنجاح لكن نسأل الله أنه يوفقنا بإذن الله تعالى ويوفقنا الجميع طموح المستقبل إنه سوق السيارات بصورة عامة يتنظم ونكون عندنا دور في الاقتصاد الغطري إنه في راس مال كبير جدا من راس المال الغطري دائر في الحلقة بتاع سوق السيارات يعني ما يشتهانوا به سوق مبلغ ضخم جدا فلو اتغننت وبقت في الدائرة الرسمية بتاع الدولة غطر من البنوكة للمعارض والشغلات دي فأنا نحن طموحنا يكون كده يعني نكون شبه برصة غير كده حتى التنظيم في البيع والشراء فحص السيارات يعني مثلا أنا بتمنى إنه الجهات بتاعت فحص السيارات دلوقت إنت لما تبحث لك سيارة 2018 ولا 2010 ولا 2012 بيجيب لك ورقات وكأنها المعلغات السبعة ما بتستفيد منها شيء أنا بتمنى إنه يتنظم إنه يكون في حدود محددة جدا للفحص غير كده الناس اللي بيجوا في الفحص زادوا مفترض هنا في البلد دي أو يعملوا معهد أو شيء يعني أنت اللحين لو دارت تشتغل في التخليص بتاع التخليص الجمرقي بدأ خلوك محد أسبوعين ثلاثة أسبوع سابق على أساس إنه كنتو كان بطاقة بتاعت المخلص أي فحص بتاع سيارة ما أي واحد يجي ويقول لك أنا بفحص سيارة ويركب ويقول لك لا الجير فوقت أخيرا لا أنا بتمنى إنه طالما أنا عندي محل بتاع فحص سيارات أوكي وجبت واحد أشتغل أدخل المحل هذا لمدة شهر شهرين يورو يعني هالسيارات لأنه أنا بجي بعض مرات من دولة ما أكون شفت الليكزيز قبل كده شو العربنا شيئ أنا فصح أبحث لي غير بتاع الليكزيز ولا مكيف بتاع الليكزيز إنه يكون في شيء مغنى دار تشتغل في المجال ده يكون في معاهد إنك تقرى فيها إنه التكييف الشاسية المكينة الشغلات ستة ولا سبع حاجات من حاجات أساسية وما في مدخل سيارة دخل معرض يدخل سيارة المعرض ما لمس سيارة تكون مبحوصة والفحص المدقوق على الزجاج يعني أنا كمشتري أجي داخل المعرض بسلم على رائع المعرض وبيبس على السيارة سيارة مودي كده ممشاها كده وده الفحص بتاعه آه ده من الحياتة اللي بساعد وإنحنا نتمنى التنظيم ونستغل التغنية والتكنولوجيا في مصلحة بيع وشراء السيارات وفي مصلحة سوق السيارات بصورة عامة موسيقى 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 يا أخي هو الحقيقة زي ما بقول ما نشكره مثلا على مش للشكر يعني لأ أي إنسان لو ما هو راجع لي بيته بزيات سوغ السيارات أو بزيات السوق بصورة عامة بتتعرض للتوتر بتتعرض لإنه يجيك زبون يسمع الكلمة ياها ممكن الخسارة ممكن الخسارة ممكن السيارة ما تبيع لو ما عندك الزوجة متفهمة نوع شغلك ممكن ترجع البيت الصحي دازر بالليل ممكن التلفونات ما بتسكت في الليل ممكن تكون جما وجودة معاك تلفونك على مدار الساعة ناس متصلين عليك من السعودية ما بتزيعك بالشغلة زي دي فليه دور فعال جدا إنه الواحد بروح البيت بلقى جو هادي وبيلقى ناس متفهمين شغل نعم انتسانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافى في جسده عنده غوط يوم كما حيثت له الدنيا يعني دي بصورة عامة متوفرة في غطر الحمد لله ونصل الله أن يديمها عليها وعلى شعبها وعلى حكومتها رغم واحد رغم اثنين من الصورة العامة بالنسبة للاقتصاد أهم شيء بالاقتصاد سبات العملة انت في غطر العملة سابتة يعني ممكن تناغش تتعامل مع واحد في أمريكا ممكن تتعامل مع واحد بالسترليني ممكن تتعامل مع واحد بالريالة السعودي لأن العملة بتاعتك قوية وسابتة دي المرحلة الاقتصاد المرحلة الثانية البيئة الغطرية هو الإنسان الغطري في حد ذاته الإنسان الغطري صدوق مؤمن آمن زي ما بقوله يعني بديك الأمان على أساس إنك تقدر تشتغل يعني حتى المجتمع الغطري في حد ذاته مجتمع آمن وأنا بنصح المستثمرين لو فينا سمعون خارج غطر إنه غطر دولة آمنة للاستثمار بأي شكل من هذا الشكال أول حاجة الشكر للأميرة الوالد الشيخ حمد هو واضع اللبنة الأولى بالنسبة لنهضة غطر وواصل في طريبه الإبن الشيخ تميم بن حمد أطال الله في عمرهم ونشكرهم كثيراً وتشكر في حقهم زي ما بقوله من غصى ما نقدر ندوم حقهم حقيقة أنه نحن جينا في البلد يعني لي قريباً 27 سنة إلا غير لما نشوف جوازي ما بحس إنه مثلاً نحن ببر البلد هذا إيه والله العظيم فمخدين حقنا بالكامل متساوين أمام الغانون يعني رأس المال رغم إنه جبان زي ما بقوله لكن لا أنا كل ما تاحد لي لو ربنا رزقنا برأس المال الممكن الناس تتحدث عليه على ساس إنه رأس المال ما في غير دولة غطر إن الواحد يستثمر فيه إن شاء الله أو يستثمر بإسمها في دولة تانية موسيقى والله على المستوى الشخصي يعني الناس في بداية حياته أو بداية جاية هنا أشكر منهم مثلاً الأخر ناصر النعامي راجل صديق ديت كنت البديت بإسمه وبعد ذلك كنت أرى يعني ما ما نقدر زي ما بقول نذكر أسماء ونخل الأسماء لكن دي ممكن في على بالي لأنه بداية ما بديت كنت بديت معه يعني موسيقى